اشتركوا في القناة المرجو وضع زر اعجاب واشتراك والتفعيل الجرس لاعب يحلم بالمشاركة في كان الفين وخمسة وعشرين فهل يستجيب الرقراغي؟ أبدى الدولة المغربية سينكشتا لاعب خط وسط نادل هفر الفرنسي لكرة القدم رغبته في المشاركة ضمن منافسات نسخة المقبلة من نهائية كأس أمام فريقيا كان الفين وخمسة وعشرين التي من المرتقب أن تستضيفها المملكة المغربية في الفترة ما بين الواحد والعشرين من دجمبر الفين وخمسة وعشرين إلى التامن عشر من يناير الفين وستة وعشرين كما يريد التتويج بها رفقة أصود الأطلس كما كشف عن شعوره في تصريح إعلامي على منصة فوتمركات الفرنسية عند أول دعوة من النخب الوطني والدرقاغي لتعزيز صفوف المنتخب الأول وقل غمرتني سعادة عارمة حينما استدعيت لأول مرة لمنتخب الكبار أمل أن أحدى بفرصة أخرى مستقبلا والاستمرار في مصاري تصعودية ليكون ضمن لائحة التي ستخوض الكانال مقبل خاصة أنه سيلعب أمام الجمهور المغربية كما لم يخفي لاعب المغرب صعوبة تأمين مكان ضمن المنتخب الوطني الأول في ذلك ترسانة البشرية الكبيرة والمواهب المغربية الكثيرة التي يتمتع بها المنتخب حيث قال أتمنى أن أكون مع صديقي والزميلي في لهافر أسامة رغالين ضمن المنتخب الذي سيأخذ كأس أمام إفرقيا هناك عمل كبير يجب القيام به أتمنى أن أتعلق في المبارية المقبلة وأن أسجل الأهداف والحفاظ على إقاع جيد للغاية حتى أتمكن من المشاركة هذا الأمر يشغل بالي كثيرا وبات من أهم أولوياتي في مصاري الكروية عاجل أشرف حكيم يصدم أنشلوتي ويدير ظهره لريال مادريد بين البقاء والرحيل بات أشرف حكيم الظاهر الأيمان لنادي باريس تانجرمان الفرنسي محور جدل واسع في الشارع الرياضي العالمي خلال الفترة الأخيرة وفضل غياب الإعلان الرسمي لتجديد عقد أشرف حكيم مع الفريق الباريسي تنسج العديد من الاحتمال التي تبقى واردة حتى إشعار أخر يقطع فيها الشك باليقين وفضل حاجة ريال مادريد إلى ظهر أيمن في الفترة القادمة نظر لإصابة كرفخال الطاولة الأمد وعودته التي قد لا يكون بعدها في قمة عطائها اتجهت البوصلة نحو حكيم لخلافته في ريال مادريد وقبل الحديث عن عودته إلى العاصمة الإسبانية فقد كان أشرف قد طالب بمركز أساسيا في تشكيل الفريق أثناء تواجده في ريال مادريد أو الحصول على أكبر عدد من الدقائق في تشكيل الفريق الملكي عطفا على مستويته القوي أندك مع فريق دورتموند الألمانية لكن طلبه قبل بالرافض وتم تسريحه بعد وصول عرض المغرر من نادي أنتر ميلان وسطر النجم المغربي فصولا من التألق والإبداع فطور مستوه باستمرار وأصبح معادلة صعبة وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية ما جعل إدارة باريسان جرمان تعمل بجهد جهيد على إبقائه في عاصمة الأنوار وتحدثت صحيفة فوتزيغو أهال فرنسية عن عدم وجود أي نية للدولة المغربية بالعودة إلى السانتياغو بيرنابيو ويتجه نحو تجديد عقده مع باريسان جرمان وكذا الموقع الفرنسي أن حكيم يشعر بالراحة في فرقه الحالي ويبحث عن مواصلة مشوارها كما تربطه علاقة وطيدة بمدربه الإسباني لويس إنريكي وشاردت المصدر أن فلورنتون بيريز رئيس ريال مادريد فهم الرسالة جيدا من النجم المغربية إذ أن عودة حكيم إلى دياره السابقة أشبه بالمستحيل وبدأ بتسخير جهوده نحو أليكساندر أرلوند مدافع لفيربول الإنجليزية وتحدثت تقرر إسبانيا في وقت سابق عن خطة ريال مادريد في تدبيل أزمة الضاهر الأيمن في تشكيل الإيطالي كارلو أنشيلوتيا وتتمثل في الاعتماد على فاسكيز مبدئيا في أفق الحصول على أرلوند أو حكيم مجانا ويبدو أن إدارة نصر الخليفي تعلمت الدرس جيدا بعد رحيل بابيا وتسارع الزمن لتحصين حكيم بعقد جديد يضمن استمراره في النادي حتى صيف 2029 ارتفاع في القيمة التسويقية ليوسف انصاري شهدت القيمة التسويقية للنجم المغربي يوسف انصاري مستجدا يعارض الوضع الحالي لللاعب الذي يعاني من تراجع كبير في المستوى مع فنربخشا وأفضح موقع ترانسفير ماركت عن أخير تحديث للقيمة التسويقية للنجم المغربي والتي ارتفعت بـ 2 مليون يورو لتصل إلى 22 مليون يورو عوض 20 مليون يورو التي كانت على حدودها قبل مغادرة إشبيليا الأسبانية ومقابل ارتفاع قيمته التسويقية يمر المغربي يوسف انصاري من وضع صعب مع فنربخشا بالسبب صيامه عن التهديف وتعرضه للانتقادات من قبل الجماهير التي أعربت في كل مناسبة عن استيائها من أدائها ويحصل انصاري على دعم مدربه جوزي مورينيو الذي يواصل الإيمان بقدرة المغربي على استعادة توهجه ومصالحة المرمى مخبرا المغربي في كل مرة بالاشتهاد وعدم الاكترات للانتقادات حسب التقارير الصحفية صحف سعودية تعلق على تصريحات رحيم بعد مباراة الهلال تناولت صحف سعودية التصريحات التي أدل بها الدولي المغربي صفين رحيم لعب العين الإماراتي عقب المباراة التي جمعت فريقه يوم الاثنين الماضي بالهلال السعودية ضمن مجموعة الغرب من منافسة دور أبطال أسيا لكرة القدم وقل رحيم إن فريقه قدم أداء جيدا ولن تؤثر هذه الخسرة على العين لأنها ليست هزيمة في النصف النهائي أو نهائي خسرنا ثلاث نقاط فقط في إشارة منها إلى الموسم الماضي حينما تمكن العين من بلغ نيهائي دور أبطال أسيا على حساب الهلال السعودية وعلقت منصة النافذ السعودية على تصريحة رحيم قائلة هذه التصريحات تعكس خيبة أمل اللاعب المغربي بأداء فريقها وصفة إياها بالتصريحات المتيرة التي تزيد المنافسة شويقا بين الناديين حكيمي يتوجب جائزة أفضل لعب في مباراة باريسان جرمان أمام أيندهوفن توجد دولي والمغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لعب في مباراة فريق باريسان جرمان أمام باريسان جرمان أمام باريسان جرمان على وقع التعادل بهدف لمثلها والتي جرت على أرضية ملعب حديقة الأمراء وبهذا الهدف أحرز حكيمي هدفه الثاني هذا الموسم مع الفريق ليعازز أيضا من إسهاماته الهجومية حيث يملك ثلاثة مرارات حسيمة مما يجعله مسؤولا عن خمسة أهداف من إجمال تسع مبارية هذا الموسم ورفع باريسان جرمان بهذا التعادل رصده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر على لأحية الترتيب بعدما حقق انتصارا في المباراة الابتتاحية ضد جيرونا وتعرض للخسارة أمام أرسنان في الجولة الثانية هذه أبرز العناوين لاعب يحلم بالمشاركة في كان الفين وخمسة وعشرين فهل يستجيب وليد ريقراغي؟ عاجل أشرف حكيمي يصدم أنشلوتي ويدير ظهره لريال مادريد ارتفاع في القيمة التسويقية ليوسف انصيري اشتركوا في القناة